الموضوع الجاي والتصريحات اللي جاية دي في الحقيقة يعني استوقفتني جدا يعني هي خاصة بالموضوع اللي كنا بنتكلم فيه حالة مع الأستاذ عصام هلال ليه استوقفتني لدرجة الاستغراب يعني لأن في مواقف كده في اتجاه بعض القضايا السياسية لا تحتمل لا المواربة ولا الموأمة يعني بالبلدي أو بالمعنى البسيط ملهاش مسكة يعني الكلام مش ممسوك أو على حد وصف الحركة المدنية الديمقراطية أنه كلام مايع الوصف ده كان المقصود به المرشح الرئاسي المحتمل يعني أنا لحد الآن مش عارف هو مرشح محتمل ولا لسه لم يعني ينل هذا المسمى أحمد طنطاوي يبدو أن أحمد طنطاوي مش عاوز يوضح موقفه تجاه من شاركه في ترويع المصريين وتهديد أمنهم وإسالة دماؤهم ده مش كلامي والله ده كلام الأستاذ خالد داود المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية اللي هي طيار سياسي معارض واضح للجميع خالد داود قال النهاردة في تصريحات إعلامية وصحفية منشورة أن موقف أحمد طنطاوي من الإخوان مائع ومرفوض سياسيا وبيفتح الباب لاتهامه بالسعي لمغازلة جمهور الإخوان ليدعموا حملته ويمنحوه أصواتهم إذا نجح أصلا في استكمال أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية أضاف المتحدث باسم الحركة المدنية خالد داود والكلام على لسانه أن لا تبدو ردود أحمد طنطاوي حول موقفه من الإخوان مرضية لقطاع واسع من المواطنين لا يرغب القطاع الواسع دا لا يرغب في عودة المهزلة اللي كانت قائمة لعقود قبل 2013 وجعلت من الإخوان دولة داخل الدولة وده بعيدا عن أي رقابة أو محاسبة وذلك بزعم أنهم جماعة دعوية دينية بالأساس لها أوجه نشاط متعددة من بينها السياسة الكلام دا بأكد تاني كلام خالد داود متحدث باسم الحركة المدنية اللي هي طيار سياسي معارض كلام راجل معارض وبأكد على الجملة دي لكنه زي زي بقيت كل الناس المصريين اللي عايزة تفهم هو موقف أحمد طنطاوي من الإخوان إيه الراجل لحد دلوقتي ما جاوبش على السؤال ده فأي لقاء عمله تابعوا لقاءات أحمد طنطاوي وإنتوا تلاقوه ما جاوبش على السؤال ده تماما زي ما بجاوبش على أسئلة تانية كتير بتتعلق بيه البرنامج الانتخابي هو نوع علي كل شوية فيديوهات وبيانات وكلام وتصريحات صدرة منه ومن حملته ولما تيجي تسأله عن الإخوان لا حس ولا خبر الموقف ده خلى الشارع السياسي المهتم بمسألة الانتخابات الرئاسية وأصبح هي شريحة عريضة جدا من الشعب المصري مهتم بمسألة الانتخابات الرئاسية بعد ما تم الإعلان عنه الشارع السياسي بيسأل أحمد طنطاوي أسئلة مهمة جدا وبيبحث عن إيجابتها إن كان شايف في نفسه مرشح رئاسي محتمل الشارع بيسأل أحمد طنطاوي وبشكل مباشر هل أنت مع عودة جماعة الإخوان الإرهابية للحياة السياسية في مصر؟ هل أحمد طنطاوي بيحترم أحكام القضاء اللي صدرت ضد جماعة الإخوان الإرهابية بعد سجوت جرائمهم؟ إيه موقف أحمد طنطاوي من الناس اللي قاتلت ولدنا وشهدائنا من المدنيين أو رجال الجيش والشرطة ليه قنوات الإخوان؟ بس هي اللي بتدعم وبتناصر وبتعمل دعاية ليل ونهار لأحمد طنطاوي دونا عن أي مرشح محتمل تاني أسئلة كتير جدا بيترحى الشارع السياسي المصري على أحمد طنطاوي ومستني إجابة واضحة لها ترجمة نانسي قنقر